اشتركوا في القناة البرلمان الاخوان والمتطرفين طيب لكن اللي انا شايفوا لغاية دلوقتي انه نظرا ان معظم الاجتماعات اللي الاحزاب عملتها كان غالب عليها وبيحكمها المصلحة الحزبية وما شابه فايلة الان مفيش اتفاق بجد تم يعني حصل مثلا ان السيد عمرو موسى عمل كام اجتماع وما كملوش وبعد كده انسحب اظن اللواء مراد موافع عمل كام اجتماع وما كملوش وبعد كده انسحب دلوقتي انا سامع يعني السيد دكتور كمال الجنزوري والدكتور فايزة ابو النجا بيحاولوا يعملوا محاولة اتمنى انها تنجح يعني مفيش مواطن انا حتى كمواطن مش كاسر اتمنى انها تنجح لكن الى الان مش شايف حتى ان فيه لما بيجوا يعدوا مفيش منطقيات يبنوا عليها يعني انت لو انت هتبني هل هزيه الاسباب للمناعتك انك تشارك؟ هي دي في الحقيقة لاني انا يعني لا يعني شوف نظرا لعدم وجود منطق مقنع يحكم الاجتماعات اللي كانت بتعملها القوة السياسية دي انا في الحقيقة فضلت انه يعني ابعيد عن لان في الحقيقة انا ما عنديش المنطقية اللي بيتكلموا بيه هما بيتكلموا بمنطقية مصالح وبعدين تتحضر اجتماعات تلاقي ناس بتتكلم مين هيبقى رئيس المجلس ومين هياخد نسبة كام ومين هيشكل الحكومة يعني كاني ناس بتوزع شيء مش ملكها اصلا يعني كنت متخيل ان الاجتماع يبقى ايه ازاي اخواننا نشكل برلمان يساعد الدولة ازاي اخواننا نضمن ان البرلمان مش هيكون فيه متطرفين يبنوا على واقع يعني مثلا نشوف مين الوطنيين اللي قدروا يكسبوا فردي في الانتخابات اللي فاتت ومين الوطنيين اللي كسبوا ضمن الاحزاب المدنية ونبني عليهم لكن دول احنا بنفاجأ حتى ان فين احزاب ما فيهاش يمكن 3 ا4 كوادر على بعض وتلاقيهم بيتكلموا عن انهم عايزين ياخدوا اغلبية جوه البرلمان و40% ولما تيجي يتكلم واحد تقوله ازاي عم هتاخد 40% يقولك الفلوس مهما كان حزب مع اموال عمر ما هيقدر الشعب خلاص يعني عارف وفهم كواس جدا انه مش هيدي صوته غير لحد يكون واثق انه بيحب البلد دي وانه حد وطني وانه حد مؤتمن فعشان المنطق ده هو اللي غالب الاجتماعات انا فضلت اني انزل فردي مستقل وطبعا انا مع دعم كل شيء يدعم بلدنا وانا شغلي جوه البرلمان كشخص بينتمي للدولة الوطنية المصرية بيخدم الدولة الوطنية المصرية اكيد بدعم كل المشروعات البلد بتشتغل فيها النهاردة والطموحات اللي البلد شغالة فيها النهاردة لاني شاف انها كلها مشروعات وطموحات بتعبر عن الشعب المصري